دشنا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري بالعاصمة عدن الدورة التدريبية الخاصة بالمراحل النهائية لقاموس لغة الإشارة التعليمي التي تنظمها الوزارة عبر قطاع رعاية الاجتماعية تهدف الورشة التي يشارك فيها الثلاثين اقتصاصيا في لغة الإشارة من محافظات الجنوب والمناطق المحررة تهدف إلى مراجعة شاملة ونهائية لمحتويات قاموس لغة الإشارة التعليمي لفئة الصم والبكم ليصبح مرجعا لتعلم لغة الإشارة لجميع طلاب هذه الفئة في جميع المحافظات وأكد الوزير الزعوري أن إعداد قاموس تعليمي في لغة الإشارة هو أحد الإنجازات التي حققتها الوزارة موجها بضرورة الاهتمام بالمبدعين والقادرين على الابتكار والإبداع من هذه الفئة وتسهيل اندماجهم مع المجتمع والحياة العامة